بسم الله الرحمن الرحيم الله يعطيكم العافية حباب القلب فيديو مخصص وموجه لطلاب الدورة التكميلية المقبلين على الاختبارات الوزارية في نهاية شهر 12 بداية شهر 1 بإذن رب العالمين وبخص بالذكر الطلاب المنزلين مادة اللغة العربية المشتركة اللي هي المهارات سواء للفروع الأكاديمية أو للأقل شوي مادتهم المواد المهنية اللي هي الفروع الفندقي والصناعي لآخر كثير من الطلاب بتواصلوا معي أستاذ إحنا لسه ما بدينا أستاذ أنا بادي بس مش عارف كيف ألملم المادة ما أخذ 3 أو 4 دروس من أصل 10 حاس حالي ضايع وهون أستاذ قررت أطلع لك بهذا الفيديو اللي بإذن رب العالمين يكون إنقاذ ويساعدك إنك تحصل علامة فوق مستوى تفكيرك يعني اللي بديو إياها نجاح حيجيب فيها علامة متوسطة واللي بديو إياها حتى يرفع المعدل بإذن ربنا هيوصل المعدل اللي بديو إياه وزيادة شوي المادة بداية ضاي للاختبار ما يقارب الـ 50 يوم وإحنا بإذن ربنا قادرين إنه نخلص المادة كاملة بشهر مع شوي الضغط شوي الضغط هذا أستاذ مش كثير إذا بدك تضغط حالك بزيادة شوي ممكن بـ 3 أسابيع إذا بتعطي المادة حقها لكن إحنا خلينا نفترض طالب اللي لسه مش بادي في المادة بدو يدرسها بشهر والـ 20 يوم اللي بيضله بدو يضله يراجح فيها ويحل أسئلة وأي نقص عنده بدو عوضها بدايةً مادتك مقسمة لأربع محاور أساسية المحور الأول واللي عليه نصيب الأسد من العلامات نصيب للنصوص اللي بيجي عليها على الأقل 100 علامة الفصل الماضي لما قدمتم تحان دفعة الـ 2004 اجي عليه 104 علامات حسب ما أذكر يلي بالأهمية محور القواعد عليه 50 علامة تقريبا ثابتات فيه إنه العروض اللي هو إجالكم في الامتحان الأخير عليه ما يقارب 16 علامة الطالب اللي بيدور على نجاح في المادة يهمل العروض من الآخر أما الطالب اللي قام بدور على العلامة وماخذ المادة لغايات رفع المعدل لا والله يدرسه ويعطيه كامل الجهد وفيه عندي التعبير اللي مش قاعدين بتتدربوا عليه وصارت علامته شبه ثابتة اللي هي 30 علامة ما رح أطول عليكم كثير بالفيديو نازل المادة كاملة على بطاقة المكثف مشروحة بالإضافة لأوراق عمل ولحل أسئلة وزارية سابقة وبتخليك تتمكن بإذن ربنا إنك تحصل العلامة كاملة وطبعا أنا بنصح الطلاب هاي الأيام بالمكثف مش بالمادة نفسها إنهم يدرسوها طب أستاذ المكثف بضمن علامة كاملة للطالب اللي بيدرسه بحق الله بضمن لك علامة كاملة أستاذ ليش؟ لأن المكثف أستاذ أنا شارح لك فيه المادة من أولها لآخرها سواء كانت نصوص قواعد عروض أو التعبير نبدأ بالمحور الأول اللي هو النصوص في طلاب عندهم الجلد إنهم يخلصوا النصوص كلها وراء بعض بمعدل كل نص من يومين لثلاث أيام يعني زي الآيات بيعطيها ثلاث أيام فالنسرور أبسط بيعطيه يومين خلينا نحكي الدرس الثالث قصيدة المتنبي مثلا بيعطيها ثلاث أيام حتى يقدر ينهيها أنا يا أستاذ بهذا المعدل من يومين لثلاث أيام لكل درس من اتنين يوم إلى يفضل ثلاث أيام لكل درس بتكون طبعا أستاذ ما تشلفق وشلفقة الدراسة تكون خلينا نحكي بكل ما هو مهم في الدرس يعني معاني الكلمات الصور الفنية الكنايات إن وجدت والدلالات من الأسئلة الصعبة والباقي تكون فاهم الدرس لأنه الأسئلة الاستنتاجية كثرت في آخر امتحانين أو ثلاث امتحانات فتكون فاهم الدرس وعارف كل ما ورد به من خلينا نحكي بمعدل لو كل درس أخذ معي ثلاث أيام إحنا قاعدين منحكي عن شهر من يكونوا مخلصين المصوص طبعا الدرس أنا لما أحكي ثلاث أيام مش ثلاث أيام طول اليوم وأنا جايل بدرس في العربي أو في النص أنت كل يوم هتعطيله تقريبا ساعتين زمن يعني ساعتين بتخلص فيها سبعة أو ثمان أبيات بحق الله عشر أبيات ممكن في طلاب عندهم القدرة ساعتين بتكون مخلص فيهم أربع فقرات من درس السرور فاللي منحكي فيه بدنا نعطي لكل نص في اليوم ساعتين زمن وإحنا ندرسه وإحنا نراجعه في اليوم الثالث بعد ما نخلص من اثنين إلى ثلاث أيام طبعا لكل درس بالمقابل ما متكون قاعدين منهمل اللي هو النصيب الكبير بعد النصوص اللي هي القواعد عندك القواعد مصورك إياها على بطاقة المكثف كل القواعد اللي بتشبه بعض حطلك إياها مع بعض يعني المصادر مع بعض المشتقات مع بعض القواعد الإملائية لحال بعديها الإعرابية يعني من الأسهل للأصعب بحيث إنك تقدر تأمن أقل إشي بإذن الله للطالب اللي مستوى صفر اللي مش متأمل من القواعد أي علامة من الخمسين بإمكانك تأمن ثلاثين وكل ما بذلت جهد أكثر بإمكانك تحصل علامة أعلى بإذن رب العالمين فحكينا المكثف براعي كل المستويات وأثناء شرحي للقواعد بكون أحكي لك هاي القاعدة السهلة صعبة أو متوسطة الصعوبة حسب مقدرتك كطالب فإحنا قاعدين مندرس بالنصوص والقواعد كلهم بنا نخلصهم بظرف شهر وبشهر أنت بتكون مخلصهم وبعدين معك عشرين يوم تراجع براحتك فبتكون تأخذ الدرس إزهيقة تخذ لك قاعدة بكمل مثلا بنفس الدرس وصلت الآية الخامسة أو الثادسة بنطق لقاعدة ثانية اللي مرتبات حسب الترتيب اللي موجود عندك على البطاقة العروض للطالب اللي بده تجيب علامة كثير عالية ينتبه له الطالب اللي بدور على نجاح في المادة ابعد عنه ستاش أو عشرين علامة هيأخذوا منك وقت وجهد كبير صراحة فالعروض أتوقع هو الفاصل اللي بيخلي الطالب اللي بيميز الطالب الممتاز عن المتوسط عن الضعيف وانت يعني كطالب الآن ضايلة خمسين يوم رحم الله ومريعا عرف قدره نفسه بإمكانك في الوقت اللي رح تضيحه على العروض تتمكن أكثر من النصوص ومن القواعد عدل معك وقت زيادة وانت طالب ضعيف فوت على العروض التعبير نازل الفيديو كيفية كتابة موضوع التعبير وبإيش تستعين وفيه أفكار كثيرة بتساعدك إنك تكتب فيفضل من أول ما تجيب بطاقة المكثف أول شغلة تحضرها قبل النصوص قبل القواعد قبل العروض اللي هو موضوع التعبير لأنه موضوع تنظيم الوقت فيه مهم جدا التعبير بتحضره ويفضل كل 3-4 أيام تكون متدرب على موضوع من 3 إلى 4 أيام يعني من هون لغاية الاختبار للوزارة بتكون تقريبا 8 إلى 10 مواضيع أنت متدرب عليهم وهذا بأهلك إنك تجيب من 30 أكثر من 20 علامة بإيدي ربنا وكل طالب زي ما حكينا عارف شو اللي بدو إياه أهم إشي ما تحسوا إنه الوقت لحكم ما تضغطوا حالكم إنه يمكن اللحق ويمكن لا أنت أمشي وإعمل عليك وترك الباقي عربنا بتلاقي إنك منجز في المادة ومخلصها ومراجحها مرتين على الأقل لكن ابدا مضلكاش تأجل تجوني آخر يومين ثلاث قبل الامتحان أستاذ أنا لست مش بادي في المادة على إيش أركز أستاذ أنتوا عارفين كل درس صاروا يجيبوا عليه سؤالين أو ثلاث أسئلة فعايش تركز بتكون تركزوا على كل دروس هاي الأيام إنتوا قادرين تجيبوا معدل فوق طموحكم لقدام شوي إذا أخرتوا ممكن توصلوا مرحلة الخطر ويصير حتى النجاح في المادة صعب إنتوا شايفين إنه الأنماط الصعبة من الأسئلة اتكررت في آخر امتحانين ثلاث عشان هيك حاطلك يمكن عشر أوراق عمل ضمن المكتف اللي هي الأسئلة الصعبة وكيفية التعامل معها بالإضافة أستاذ لفيديو يدلك على كيف تتعامل مع هذا السؤال فبإذن ربنا إيدي في إيدكم نحصل العلامة اللي بدنا إياها وزيادة وأي السفسار عندكم عن هاي المادة رقمي عندكم أخوكم ومحبكم الأستاذ عبد الفتاح البرغوثي رقم التلفون للي حابي تواصل 078-09-9-4-7-5-6 وإن شاء الله التوفيق حليفكم أجمعين الله يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر